اشتركوا في القناة هي نص كيلو كنافة زي ما انتم شايفين كده ومعاي هنا كوباية سامنة بلدي وثلاثة اربع كوباية سكر بضرة وطبعا المكسرات دي حسب الرغبة انا هنا هستعمل سوداني وزبيب وجوزهن طبعا تقدر ان انت تستعملي عن جمل بندقلوز طبعا حسب ما انت متحبي وان شاء الله هنعمل برضو كنافة بالكاستر وكنافة بالمانجا وهنعمل انواع كتيرة جدا من الكنافة وبالنوتلا وبالزبدة اللوتس استنوا كده الفيديوهات الجاية ان شاء الله هتعجبكو واتمنى منك لو لسه مشتركتش عندي في القناة تشتركي في القناة وتشجعيني وتفعلي الجرس او الفيديو عجبك وتنسيش تعمليه لايك وشير للفيديو يلا بينا كده نسمي ونبتزي مع بعض بسم الله اول حاجة هنعمل الكنافة زي ما انتم شايفين انا جبت مقص واسقصتها كده حتة زغيرة مش عايزها تكون شراية كده طويلة انا عايزها هتكون متقطعة حتة زغيرة كده متفرفتها يعني تقدر ان انت تتلجي الكنافة دي في الفيليزر لمدة ساعتين وبعد اما طلعها من الفيليزر تفرفتيها كده وهي متلجة علشان تبقى نعمة معاك وحلوة بتبقى كده طريقتها يعني احسن من انك تخلط عليها السمنة والسكر وهي كده شراية طويلة مش بتبقى حلوة دلوقتي انا فضيت هنا كوباء لربع سكر بضرة وهبتزي بقى ان انا خلطهم كويس جدا مع الكنافة عايزها الكنافة كلها تتشرب كده من السكر البدرة وتاخد يعني برضو حلاوة كده بسيطة هو السكر طبعا ده مش هيغنين عن الشربات ولا حاجة بس هيديها كده طعم جميل جدا علشان لو في اي جزء اا يعني ما تشربش بالشربات برضو هيبقى طعم حلو معنا اا نص كيلو كنافة عليها كوباء لربع زي ما قلتلكم سكر بضرة زي ما انتم شايفين كده انا هنا بخلط السكر بضرة كويس وبتأكد foot där انتم فيها كلины كونفة اه انا انا شربات اه شربات اكивает ذي ما انا هعملها انانت عمل ب wished كبتين سكر عليهم كبتين مية وبتسيبيهم يغلوا على النار انا هنا هجهز't العصورковك على منزل شربات كانت Lion ايجوجيا و socially بيغلو اول غلوة بتبتدي ان انت تحط عليهم عصرة لمون نص نص لمونة يعني وبتسيبيهم يغلو كده مع بعض غلوتين تلاتة انا عايزة الشربات خفيف مش عايزات قيل علشان الكنافة تبقى معي طرية ولو حبك كنافة تطلع معك كده مقرمشة ونشفة يعني بتبتدي ان انت تسيبي بقى الشربات يتقل عادي براحتك تسيبي غلوتين بس المعادير برضو هتختلف هتبقى تلات كوبايات سكر عليهم كوبايتين مية وعصرة لمونة وبرضو باكو فانيليا هنا انا كنت سيحت السمنة البلدية على النار علشان دلوقتي افرك الكنافة دي بالسمنة ولو حب ان انت تستبدلي السمنة دي بزبدة ما فيش مشكلة طبعا حسب ما انت ما بتحبي انا بس بطلع هنا السخنية كده من الكنافة بتاع السمنة يعني عشان ابتدي كده ان انا اقلبها بايدي بعملها بالمعلقة الاول يعني او ممكن كنت تستني يعني على السمنة شوية لحد لما تدفع كده متبقى السخنة زي ما انا كبتها على الكنافة وهي سخنة دلوقتي بقى هبتدي كده ان انا فرقها بايدي عايزة الكنافة كلها تتشرب من السمنة وزي ما قلتلك تقدر ان انت تستعملي الزبدة مش شرط السمنة طبعا حسب ما انت ما بتحبي والشربات بعد اما بيغلي كده على النار بتبتدي ان انت ادي في له نقطتين من فانيليا سايلة او باكو فانيليا برضو بيدي طعم حلو جدا للكنافة ولازم الكنافة تكون خرجة من الفرن سخنة والشربات يكون بارد ما ينفعش الشربات يكون سخنة والكنافة سخنة وبتبتدي بقى لو عايزها ان هي طريقة بتبتدي ان انت بعد ما بتشربها بالشربات ان انت تغطيها كويس وتسبيها برضو في الفرن يعني بتجيبي اي غطة عندك وبعد ما بتزقيها بالشربات بتغطيها بالغطة ده وبتسبيها في الفرن لمدة عشر دايق ربع ساعة لحد لما تبرط خالص كده وتهدى وفي نفس الوقت هتلاقي شربت كمية الشربات كلها وطريت معاكي وبقيت جميلة جدا الطريقة دي بتاعت الشربات تقيل والخفيف بتمشي مع جميع طبعا الحشوات بتاعت الكنافة مش الكنافة اللي بالمكسرات بس سواء بقى عاملها بالكسر او بالقشطة او عاملها باي حشوة انت حباها بقى فالشربات واحد يعني نفس المقادير وان شاء الله برضو هعمل معاكو سلسل الفيديوهات عن القطيف والحشوات المختلفة لها وهنعمل العجينة بتاعتها بطريقة سهلة جدا وبسيطة هتعجبكم واستنوا ان شاء الله الفيديوهات الجاية حلويات رمضان سهلة جدا وبسيطة لتقدري تعمليها بكل سهولة طبعا ولو لسه مبتدأ في عمل الحلويات طب ما فيش اسهل من الحلويات اللي انا هعملها لك دي طريقتها سهلة جدا وبسيطة واتمنى الفيديوهات تكون بتاعجبكم متنسوش تعملي لايك للفيديو وتشجعوني اه انا هنا معي السوداني والزبيب وجوز الهند زي ما قلتلكم هبتدي بقى انا نخلط الكمية المناسبة زي يعني اه ما انا شايفة كده ان هي هتاخد معي انا هعمل الكنافة دي في سنية البسبوسة اللي هي الحواف بتاعتها ما بتكونش عالية اه بتطلع حلوة جدا معي ونجحة ولزم السنية تكون فتحة علشان الكنافة ممكن تتلسع منك بسهولة هي ما بتاخدش وقت اه في الفرن بتاخد من عشر دقيقة لربع ساعة فلو السنية غمق ممكن تتحرق منك ومن غير ما تحس كده بسرعة لها تتلسعت منك وتحرقت فانتي فضل ان هي تكون الامونيوم وتكون فتحة معيك وما تكونش الحواف بتاعتها عالية انا هنا عامل النص كيلو كنافة فالسنية حلوة جدا على قد يعني على قد النص كيلو فمش اه مش محتاجة اللي هي الصواني اللي هي تكون عالية علشان السمك بتاعها مش عالي زي ما انتو شايفين انا دلوقتي خلطتهم وهم مع بعض اه دي الحشوة اللي انا هحشي بها الكنافة انا دلوقتي هجيب الكنافة اه هقسمها على نصين اه جزئين يعني وهجيب بقى السنية وبتدي ان انا قدها السنية دهنة السامنة كويسة او زبدة طبعا اللي انت حاب ان انت تستعمليه بس السامنة البلدي بتديها طعم جميل جدا ولو حاب ان انت تخلطي سامنة بلدي على زبدة ما فيش مشكلة برضو بتدي طعم حلو المقادير زي ما قلتلكو ونص كيلو كنافة عليه كوباية سامنة ولو ما بتحبش السامنة كتير او الزبدة كتير في الحلويات تقدر انها تستعملي كوباية للربع برضو مش هتأثر في الطعم ولا في المقادير ولا في اي حاجة برضو هتطلع حلوة جدا معاكي وجميلة اه ممكن تستعملي كوباية للربع زي ما قلتلك زبدة او سامنة سايحة يعني دلوقتي انا اسامة الكنافة كده على جزئين وهبتدي بقى اخد اول جزء اه فرفته كده كويس بايدي زي ما انتو شايفين عشان ما يبقاش في اي تكتلات من السامنة او السكر او الكنافة كده مكالكاعة مع بعض ببتدي كده ان انا فرفتهم بايدي وافردهم كويس جدا في اعرص تنية بعد ما دهنتها زي ما قلتلكو دهنا كده كويسة زي ما انتو شايفين كده طبعا طريقتها سهلة جدا وبسيطة ما فيش اسهل من كده يعني زي ما انتو شايفين يا رب الفيديو يكون اعجابكم بصوا زي ما انتو شايفين كده انا ببتدي ان انا فرفت كل الكمية والفترة دي كده اي نزلت انواع كسيرة جدا من الكنيفة كنيفة بقى بالنوتلا وبزبدة اللوتس وبانواع تانية كتيرة جدا وان شاء الله هنعملها كلها مع بعض و هنعمل برضو الكنيفة بالمنجة بالمنجة والكنيفة بالفواكه المشكلة اي برضو استنوا في فيديوهات ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم انا مجهزها لكم ان شاء الله هتنزل على القناة الفترة الجاية سلسلة فيديوهات كده الحلويات رمضان الكنافة والقطايف وحاجات تانية كتير ولقمة القاضي وبلح الشام وكل الحلويات الحلوة اللي احنا بنكلها طبعا في رمضان ربنا يعود علينا وعليكم يا رب الايام بخير ويجعلوا كده شهر خير وبركة يا رب عن الناس كلها وربنا يرفع طبعا عننا البلاء كده عايزين ندعي بعد الفطار كده وقبل ما نفتر واحنا صايمين كل يدعي ان ربنا يرفع عننا البلاء يا رب انا ببتدي كده ان انا اضغط عليها بايدي واي فراغات كده ببتدي ان انا دريها علشان المكسرات لما حطها عليها ما تتحرقش معي في قهر السنية انا ضغطت عليها كباستها كويس جدا ولو عندك سنية نفس المعيز تقدر ان انت تدخلي السنية جوه السنية دي وتضغط عليها كده علشان الكنافة تضغط معيك كويس بس هنا انا مش محتاجة سنية انا ببتدي ان انا اضغط بايدي عادي مفيش مشكلة ودي طبعا كلها سامنة من من الكنافة مكان ما فردت الكنافة دلوقتي بقى هبتدي ان انا اجيب المكسرات وافضيها كده عليها اا وابتدي كده ان انا احطها يعني على على الكنافة دي فردها كويس زي ما انتم شايفين كده بالطريقة دي وتأكد بس ان كل اا كل السنية كده جاء عليها يعني مكسرات طبعا المكسرات دي زي ما انتم لكم حسب الرغبة تقدر تحطي النوع اللي انت يعني حباه عند جمل بقى لوز بندو النوع اللي انت بتحبيه وممكن تعملي كمان اراسيا ومشمشية وويتين وكل ده تقطعيه حتات صغيرة جدا وبرضو تخلطي مع المكسرات وتحشي بالكنافة برضو بيبقى طعمة حلوة جدا ان شاء الله برضو هبقى اعملها معاكو في مرة بس يفضل ان الكنافة زي ما قلت لكم ان هي تكون متقطعة او متلجها في الفليزر وبعد كده بتفتفتيها او ممكن لو مش حبه ان انت تفتفتيها بايديك تقدر ان انت تعمليها في الكابة او في المفرامة يعني وتفرميها نعم خالص برضو بتبقى حلوة جدا وكل لما الكنافة كانت نعمة او متقطعة حتات الصغيرة جدا كل لما بتطلع احلى واحلى معاكو في الطعم وفي الشكل كمان بعد التقطيع يعني بعد اما بتستوي هي ما بتاخدش حاجة في الفرن بتدخليها على فرن نار متوسطة او هادية يعني عشان ما تتلسعش منك وبعد كده بتاخدش عشر دقايق من عشر دقايق لربع ساعة مش اكتر من كده وبتبتزي بقى بعد اما بتطلع ان انت بتزقيها بالشربات البارد لازم يكون الشربات بارد انا دلوقتي اهو مولع على الشربات علشان عبال ما الكنافة تكون استوت الشربات يكون جهز معايا وبقى بارد كمان علشان ازقي بالكنافة اه هتبتزي تعمل الشربات زي ما قلتلك بكوبايتين سكر وعليهم كوبايتين مية وبعد اما بيغلو كده غلوتين مع بعض بحط كيس الفانيليا ونص عصرة اللمونة واسبهم كده يغلو غلوتين بس مش عايزة الشربات يتقل علشان الكنافة تبقى طرية معايا فلازم الشربات يكون خفيف لكن لو حب الكنافة ان هي تكون مقرمشة فبتبتزي ان انت بقى تحط تلات كوبايت سكر وعليهم كوبايتين مية وبعد اما بيغلو بتحط نص عصرة اللمونة وباكل الفانيليا او نقطتين الفانيليا اه وبتزقي الكنافة بالشربات التقيل فبتطلع معاياك مقرمشة ومش بتغطي الكنافة مش بتغطي السنية بس لو حبها ان هي تطلع طرية معاياك بعد ما بتزقيها بالشربات لازم تغطيها كويس علشان تشرب كل الكمية بتاعت الشربات وتترا كده معاياك بيبقى طعمها حلو جدا وبعد كده بتبتزي بقى برضو ان انت تدخليها كده في الفرن بعد ما طفيت عليه طبعا بتسبيها كده تهدى وتشرب الشربات بتاعها وهي متغطية وبعد عشر دقايه كده او ربا ساعة بتلاقيها بقت جميلة جدا تقدر يبقى ان انت تقلبيها على طبق التقديم تقلبي السنية كلها يعني او تقطعيها قطع قطع كده مسلسات او مربعات حسب ما انت حابت بتقلبي كل قطعة لوحدها برضو على الطبق اللي انت هتقدمي فيه وترش بقى على الوش كده مكسرات او لو حابة ان انت تستكفي بيها بعد بعد التقطيع يعني بالشكل اللي انت مقطعها بيه من غير مكسرات ولا حاجة طبعا ده حسب الرغبة يعني تزيين حسب الرغبة زي ما انتو شايفين كده ان شاء الله برضو هنعمل الكنافة الكورني مع بعض اللي هي بتبقى اشكال كده زي الكورنيات اا مسلسات كده هنحشيها مع بعض بقى بالكريم اللباني والكريم شنطي هنعمل حشوات مختلفة وجميلة جدا للكنافة وتشكيلة حلوة جدا وبنسبة كده شهر رمضان طبعا شهر رمضان اا معروف بالحلويات بتاعت شهر رمضان كده ان شاء الله هنعملها كلها مع بعض انا هنا بكبس الكنافة كويس جدا زي ما انتو شايفين بضغط عليها كويس علشان تتكبس مع طبقات المكسرات وطبقات الكنافة اللي تحت زي ما انتو شايفين ده شكلها دلوقتي انا هنا كنت مشغالة بقى الفرن على نار هادي نار متوسطة كده يعني فهده خلسطينية مش هتاخد معايا من عشر دهائي لربع ساعة وبعدا ما تطلع هوريها لكم ده شكلها بعدا ما طلعت طبعا انا مسبته هاش تتحمر عشان انا مش هقطعها على الوش ده انا هقطعها على الوش اللي تحت هنا اخدت لون ذهبي خفيف لو كنت سبتها اكتر من كده ممكن كانت تتلسعت هي من تحت لونها ذهبي وجاملة جدا علشان تتقدم معايا بشكل حلو جدا ده شكل كنافة بصوا بسم الله ما شاء الله شكلها حلو جدا ازاي وبصوا طبقات المكسرات بين ازاي في النص الزبيب والسوداني وجوز الهند انا هنا بعد اما قلبتها علابة السنية كلها بصوا الوش الدهبي ده كان من تحت في قرص سنية اتمنى الفيديو كنا عجبكم وما تنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبكم واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد واستنوا سلسلة فيديوهات حلويات رمضان ان شاء الله الفترة الجاية واسبكم في رعاية الله مع السلامة كل سنة وانتم طيبين اشتركوا في القناة